موسيقى صباح هذا اليوم محدد 3 نيوليوز 2020 وبمناسبة عيد الأضحى قام سيد هشام أيتمنى رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية ورئيس نادي شباب محمدية لكرة القدم بإحياء حفل عيد الأضحى بالمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بعالية محمدية بين نزلائها الذين اضطرتهم الظروف للعيش بهذا المركز موسيقى وقد بدأ الاحتفال بعيد الأضحى بفطور جماعي بين الجميع قدم فيه أشياء والحلويات ورغائف متنوية وبعد ذلك قام سيد هشام أيتمنى بنحر أضحية عيد الأضحى في جو من الخشوع والطريقة التقليدية المغربية موسيقى يذكر أن الجمعية الخيرية الإسلامية برئاسة سيد هشام أيتمنى ترسم دوما ومنذ عقود من الزمن الابتسام على شفاه من قاسوا من دنك الحياة وتدخل البهجة في قلوب من عانوا من الجفاء والحرمان بلمس من الدفء والحنان وكلمات معبرة وإحساس مرهف مع حرص الجمعية على اهتمام بالمسنين وتوفير سبل الراحة لهم في إطار دعم وتعميق مفهوم العامة الشمعي الذي تمثله هذه الجمعية العريقة وتجسيد الترابط بين الأفراد إذا المشاهدين كنتم معنا في خبر اليوم الذي كان عنوانه البارز السيد هشام أيتمنى يقاسم فرحة عيد الأضحى مع نزلاء دا المسنين ولعبي شباب المحمدية الذين تعذر عليهم إحياء العيد بين عائلاتهم شكرا على حسن مشاهدة وإلى اللقاء شكرا على حسن مشاهدة وإلى اللقاء